اشتركوا في القناة 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 كانوا المقاييس عائلية كانوا الناس بريت نكون بحل هاد الانسان الابديالي وليت بريت نكون بحل هاداك الفوتبولور ولا بحل هاداك الممثل ولا بحل هاداك الرجل السياسي ولا يعني المقاييس تبدلت بزاف ولا تصعيبها ولا ت... عالينا في سقف التوقع دينا في سقف الأحلام دينا أكيد أكيد لك شئ لش بلينا خايفين بزاف هاد شي شي حاجة اللي ساهمت أننا ننولي وخايفين بزاف أيضا الطريقة باش كانت توصلوا بالمعلومات يعني المعرفة كيفاش كانت توصلوا بالمعلومات إحنا رعنا بوم بغضي بمعلومات اللي غاي خلي ونعدنا مخاوف يعني التجربة ما بقيتش تجربة شخصية ولا التجربة عامة دي الأشياء اللي كاتترف العالم كله وكتوصلنا وكتخلينا المخاوف بسرعة بسرعة وبطريقة مشي محايدة غالبا كنا أوقي للناس ديش حالا دي كان باش يش تسمع واحد الخابار خسوا يتسنى وقت الأخبار ولي قرأ الجورنان باش يعرف الأخبار اليوم كيلان تغنيت بكيك غيرت وصلك في اللحظة ديالها غايت حال الصباح غا تقدر تلقى واحد الحاجة واللي تخلق من عندك مخاوف في الحياة حد شي ماشي كيخلق مخاوف كيغدي المخاوف الطبيعية ديالها حدنا بعد المخاوف الطبيعية والعامة بحانا شو آمان كلنا عدنا خوف من الموت مثلا كلنا عدنا غالبا واحد شوية ديال خوف من الفشل كلنا عدنا مثلا خوف أننا ننفقد الحب ديال الناس بيانسور كان الخوف ديال الخطر يعني خوف أن نخاف موح الحيوان ولم طموبيل ولم العافية هذي مخاوف طبيعية من الفيد يعني كان أنني نطاح إتساترا هذي مخاوف عامة كلنا كنعيشوها مخاوف اللي معلقة بأشياء عادية ومخاوف اللي كتكون نفسية يعني في نفسية الإنسان كلنا خايفين أننا يتخلّوا علينا أنني نكون بوحدة يرفضوني يتخلّوا عليها الجروب تيالي أمان سبتي خلينا نفتح القوص فاش كانت تكلموا لبعض الآباء والأمهات للأسف كي يستعملوا كلمة جلسوا لا غادي نمشي ما تديرش أولا غا نمشي لأي درجة ممكن يخلق لنا شخص راشد عنده خوف كبير من الهجران أولا أنه بقبو حدو لمشوا علي الناس قبل ما نحكمه على هذي الوالدين قدرنا نقولوا بلي هذا عنف في حق الطفل هذي جريمة في حق الطفل هلاش؟ حيث الطفل غادي يعلق الحب والأمان بطريقة مشروطة غايعلقوا بوحد تصرف غايبقى حياته كلها تحسابه إلا بغا ياخد الحب أو للأمان العاطفي مع الشيء واحد خاصوه يدير تنازلات خاصوه يدير تنازلات الوالدين بالعكس هما اللي كيخليه والطفل كيحس بالأمان وكيحس بالحب باش باللي كبير ما يبقاش جسد ما يقلب على هذي الامان وهذي الحب دونك أنا تنبغيك بطريقة لا مشروطة أنا عمري ما غادي نمشي عمري ما غادي نتخلى عليك وفي نفس الوقت خاصتك تغير تصرف تلك ما ربطش أنا نبغيك بتنازلات واش الخوف الغير الطبيعي واللي كيكون مشكل فيه أنواع؟ أكيد أكيد كان الخوف كيمشي من الواحد الخوف طبيعي عادي اللي احنا محتاجين له اللي هو كيقدر يكون محرك في الحياة اللي هو كيحمينا وكيخلينا كنديرو أشياء كنتفادا ونديرو أشياء المديرا لنا وكيمشي حتى الواحد الخوف اللي يكون بيانسور باتولوجيك يعني مراضي كان أشكال ديالأنواع كان الخوف من الماضي كان الخوف من المستقبل الخوف من الماضي هو اللي كيبقى دائما الإنسان كيتفكر واحد الحالة اللي خلقت له خوف وكيبقى دائما خايف منها بحالي تخوماتيزم ودكشي كيكون واحد عاش واحد الموقف وكيبقى دائما في ما كيتفكروا كيطلع له التأس كان أيضا الخوف للانتيسيباتي يعني الانكسيتي كان توقع شي حاجة معلأسف هاد الخوف ديال التوقع شي حاجة اللي مازال ما تراتش ماشي بحال الخوف ليتراتش حاجة مازال ما تراتش دوق ما عنديش لها الحل دوق هاد الخوف كيقدر يستمر وكيقدر يمشي الواحد الابعاد كبيرة كيكون عندو ديسين يعني جسدية كيقدر يخلي الانسان انه ما يخرش او لما يخدمش او لما يتعاملش يعني مع الاخرين الطريقة طبيعية كان ايضا الخوف الخوف باتولوجيك اللي كيكون كيكون خوف كبير عميق ولكن الانسان تل ما بقى يهرب منو كيجسد في واحد الخوف ديال شي حاجة كيوهما الفوبيات كان ولي كنخاف من الفراغ ولا نخاف من الباب مجدودة ولا محلولة ولا نخاف من الرسلة ولا ملحنش ولا كيكون واحد الفوبيات اللي كتخليني كتوصل بعد المرات لدرجة انه يعني كتمنعني انني تكون عندي حياة طبيعية كان ايضا الخوف اللي كيكون في اللحظة لا تكدو بانيك نوبة الهلع نوبة الهلع هذك الخوف اللي كتكون واحد الفكرة وغالبا كيكون معلقة بخوف الموت كتكون واحد الفكرة كتجيني في لحظة وكتخلي المخاوف القديمة ديالي كل هاللي ما وجهتهاش كتخرج كتطلع بواحد طريقة وكتتعم علي يعني كتكون المنفعي يعني كتتغلبني كتكون أكبر مني ما كان قدرش نتحكم فيها وكيجي معاها غالبا نخوف من الموت كيجي بالله الإنسان را غا يموت في ذيك اللحظة أولا ما يفقد شخص في ذيك اللحظة وربما ساعت كنعيشه لحظات خوف كيقدر تحسب راسك أركتي في بلاستك مجرد التفكير في ذيك الحاجة اللي كتخوفك قالو هيدو الأعراض الفيزيولوجية دي الخوف الخوف نعمال ما قلناها زينب في الأول الخوف نعمال ما واحدة راكسيون فيزيولوجي يعني واحدة ردة الفعل طبيعية في حالة خطر في حالة خطر شنو خالصويترا خالصويترا أنه نقاح الحل غالبا كيكون غنهرب أو غنتدارب غنتقاتل الجسد ديالي عنده ميكانيسمات كيمياوية فيزيولوجية نفسي كتخليني في ذيك اللحظة كيطلع لي ضغط الدم كيطلع لي الحرارة نفسي كيطلع الدم كيطلع لي هذا كيكون تنفس ديالي كيولي سوپرفيسيال يعني كيتبلوك على تحت ديالي بومون ديالي وكنتنفس من الفوق حلاش؟ باش نحرم المخ ديالي من الأكسيجين باش ما نفكرش في ذيك اللحظة اللي كيطلع الخوف كتقطع لي نعمال ما القدرة ديالتفكير دونك كيكونوا كان عرق يديا كيعرقوا بزاف في ذيك اللحظة كتكون الكرش ديالي كنترني هادي كلها أعراض مستمدة من الخوف الطبيعي ماللي كيكون الخوف شي حاجة اللي غادي نقدر نديرها في ذيك اللحظة دونك الأعراض غادي يمشي وغير ندير ذيك الحاجة غادي يمشي وغير نهرب ولا ندارب ولا نصحح ولا كتكون خاصة نشي معلومة كناخدها كيابة ماللي كيكون الخوف فكرة هي اللي مخوفاني ما عنديش حتى حكم فيها كيبقوا مع الأسف الأعراض وغا فكرة مخوفاني وهنا ربما غن تكلموا أكتر على الخوف من المستقبل لأنه تيخلق واحد نوع من الأرق الكتير من الأشخاص فكرة مخوفاني وانا ما عارفش كيفاش غادي نعيش هذه المرحلة الجديدة او لا واش قادر نوصل واحد حاجة ولا غادي نعيشها ولا بسفتي الأشي كيفاش نسيطر على هذه الفكرة وما تبقاش خلق لي هذا الأزمة في حياتي الخوف من المستقبل ومنلي تيزيد القياس ديالو كيولي هو الخلق الخوف من المستقبل هو فخ كنتيح فيه وكيطيح فيه الدماغ ديالي والنفسية ديالي الخوف من المستقبل مخي كيخلق لي واحد سيناريو ديال شي حاجة اللي مازال ما تراج وكي يخليني كنتقى نفكر فيها وإلى وصلت لها شنو غادي يترا وبالطبع ما كانش جواب ما كانش في أي طريقة باش نعرف في حالة هاد السيناريو شنو غايترا نوك بيانسيو المخ ديالي وهدي هي الوظيفة ديالو كيبقى يخلق لي سيناريوات سوداء سلبية كيمشي لواحد الأفكار سلبية اللي غادي تبقى تغدي ديك شا عشان قولك هو النوع هو فخ كنتيحو فيه كتكون فكرة في اللول اللي هي خوف كتبقى تخلق سيناريوات وكيبقى ديك الخوف كيكبر حنا شنو تنديرو كنتبقى نقول لا ما بغيش نحسى هاد شي ما بغيش نفكر في هاد شي ما بغيش هاد شي ما بغيتوش ما غاديش يكونو ذاك شي شو تندير تندير نوع من المقاومة للفكرة للحالة اللي ما زال ما كايناش هاد المقاومة مع الأسف كتكبر وكتضخم وكتعضم هاداك الخوف وكتعضم المخاوف ديالنا شنو خاسني ندير في ديك اللحظة خاسني نتقبل هاد الافكار وهاد المخاوف ولكن نعرف كيفاش في ديك اللحظة نرجح الى شنو تنري دبا نرجح الى المومة بخزان نرجح الى هاد اللحظة الحاضر المخ ديالنا عندو جوج لأبعاد ديال الواعي عندو الواعي المجرد لابنسى كونسبتول لقونسيونس كونسبتول الواعي الفكري التجريدي وعندو الواعي الجاسدي لقونسيونس سوماتي الوعي بذاتي والوعي دي الأفكار هذك الوعي للأفكار لا محدود دوك خستين نرجع لشنو تاري دابا ونوها بذات ديالي هذك الإحساس شنو داير لي في بذات ديالي فين كنحسو في لأنا دابا شنو الحاجة اللي كنقدر نتحكم فيها دابا شنو الحاجة اللي كنقدر نجو بأجيغ دستو يعني نقدر ندير شي حاجة بطريقة فعلية دابا هذة غالبا كي هبط لانكسيتي بواحد 50 حتى 80% تقريبا هل يمكن الحديث آمل سبتي على روتين في حياتنا اليومية يساعدنا أننا نتحكم في ذكرا حادات الخوف اللي كنعيشوها سي سي بو ألوك كين واحد الروتين اللي ماشي هو روتين روحي ولكن هو روتين اللي في ديالو تبين علميا هو الامتينة شنو هو الخوف الخوف هو واحد البلاسة المخدرية اسميتها لاميقدال واحد البلاسة اللي دور ديالها فقط غير كنخاف هي اللي كتعطي الأوامير للقلب ديالي باش يتضربوا التنفس وهاد شي كل شي اللي قلنا هذة الميقدال من اللي كتدك لانشا نواحي آخرا ديال المخدرية ما كتقدرش تخدم كتتبلوكا الامتينة لحواج لزوينين في حياتي وكان شهر بدك الامتينة لغاتيتوش نو كتدير كتهدن لي هاد الميقدال كتقول لي هارا عندك كل شي ما عندك شعليش تخاف را كل شي عندك ديالو كتهدن لاميقدال في الوقت فاش كتهدن لاميقدال كنقدر منستعمل بلايس آخرين في المخد ديالي الكورتكس بري فرونتال الكورتكس بري فرونتال كورتكس سنجوليو ديالي كتفكر كتلقى لي حلول كتكون عندها واحد نظرة إيجابية على العالم اللي كتحلم اللي عندها المشاريع اللي كتتعلم اللي الغزن يعني ما كان قدرش نتوصل هادوك البلايس ديال المخي إلا كانت لاميقدال مشعولة الامتينان كي يهبط لي وكي يكالميلي هاد الميقدال وكي ينقص لي ملانكسيد التأمل يساعد على التخفيف أو للسيطرة على الخوف أنني نكتب مثلا فاش نحس براسي أنني خايف ناخد ورقة وستيلو ونكتب ممكن يساعدني هادو جوج الحوايج اللي قلتي مهمة الحاجة الليولة التأمل التأمل شنو تغير قلنا وعي عقلي وعي جسدي التأمل شنو هو مبدئيا مبدئيا كان نقص الوعي العقلي الأفكار ودكشي وكان حط الانتباه على الوعي الجسدي لكونسون سوماتيك دونك وبيانسور كالتأمل كي يهبط التأمل عارتيشنو هو زناب تأمل إذا كانوا بزاف ديال الناس وكاي البوخار والدخان والغبرة في هاد البيت وحليتيش راجم وخليتي ذاك شي يخرج هو هاد التأمل كي يخوي العقل من الأفكار زائدة وكيخلي كيهوي المخد ديالنا دونك فعلا كينقص من الخوف تاني شي الكتابة كيندراسات برهنو أنهم مثلا الناس اللي كيكونوا كيعيشوا دي سيتيواشون تخوماتيك يعني الناس اللي كيكونوا عايشين في حروب أو العايشين في البلدان اللي عندها كلهم كيكون عندهم ديكالوستخيس بوستتخوماتيك كيبتقى عندهم احد نوع من القلق والهلع كيبقى معهم الحياة كلها إلا هادوك اللي كانوا كيكتبوا شنو كانوا كيعيعيشوا والأحاسيس ديالهم الشعور ديالهم هادوك را كيحميهم ديك شي ملستخيس شكرا لك أمال سيبتي عشنا رأيك نمشي ونتكلموا على مبادرة جميلة قبل سنوات كنا سمعنا على جمعيات شمسي اليوم غنخصوا فقرة مبادرات باش نتكلموا على كيفاش الجمعية من جمعيات شمسي ليفونون السيرك اليوم أصبحت مدرسة وطنية ليفونون السيرك تتخرجوا منها أجيال نتقربوا أكثر من هذا المبادرة ومن هذا المدرسة من خلال الرابورتاج وراجعين للحديث رفقة ضيفتنا في البلاتو مدرسة الوطنية السيرك شمسيت أصبحت 2009 بشكل برنامج تكوين ميهاني احترافي من طرف الجمعية المغربية لمساعدة أطفال في وضعية صعبة اللي خلقات واحد المشروع اللي هو السيرك الاجتماعي منذ 2000 سنة 2000 وفي 2009 تفتح المجال لبرنامج احترافي لجميع الشباب المغرب وخارج المغرب من أجل وروج المدرسة أطار واحد تكوين اللي كيدوم ثلاث سنوات من أجل نيل ديبلوم أو الديبلوم في المغرب وفي أفريقيا احترافي الديبلوم في النان السيرك منشيط الوارشات أو ديبلوم في النان السيرك التشخيص عندي هاد العام عندي تخوز ياماني اللي التخصص اللي كندير هنا هو التاسوي وكندير بزر ديليز اكتيبيتين منهم الدانس منهم الموسيقى بزر الحوايج الحلم ديالي هو نوصل هاد دوميل بخصوص في المغرب البلات اللي كيدروا السيرك في المغرب محسوبين قدروا يكونوا شي خمسة ستانة شي بزار شو جيم غيبيا يجي لبنات يدوزوا الكاستينيك ستاة دوميل زوين بزار في بزار زال الأنفاق في كحلك بزار اللي بيباك جريبتي هنا كانت محسن تجارب خدمت مع فنانا مغاربة أصودي دي كومباني مغاربة فرنسيين خدمت فلانتغناصيونال خدمت فلانتغناصيونال أنا تخرج في 2014 دابا دي الفين ودين وعشرين اللي هي ثماني سنين الثماني سنين هذي دابا حالياً كانت بارتاجها مع الدراري الطالبة اللي كان في ندرسة السيرك أنا أستاذ هنا يا وتيكنيسيا أستاذ أتمر مرحبا بكم الجديد في برنامج أسرتي من مبادرات فنون السيرك للأطفال في وضعية غير مستقرة ولنا اليوم ما شاء الله تنتكرموه عن المدرسة الوطنية لفنون السيرك شمسي كيفاش جات هاد المرحلتين؟ يعني التأسيس ديال المدرسة الوطنية للسيرك كان جا وليد فكرة اللي رودات المؤسسين أو لأعطاء ديال الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة هاد الجمعية اللي تأسات يعني بدايةً في 1996 وتم الاعترف لها بالمنفعة العامة في 1998 وكان تأسيس ديالها البجموعة ديال المراكز وكل المركز كان عنده واحدة تخصص من بين هاد المركز ديال سيدي مونسا اللي هو المكان دياله في قسم الزقناء وفسلا اللي كان تخصص دياله هو تدريب ديال فنون السيرك وكان كدريكة تكريس هاد تأسيس ديال المدرسة تكريس هاد الفن ديال السيرك اللي هو منطقات المغربية ديالنا يعني باش في نفس الوقت هي محاربة ديال فكرة ديال المغربة ديالنا بانا السيرك وولاد حمده موسى يعني منليت تأسيس ديال هاد المدرسة كان مشاركة ديال واحدة اكاديمية فرنسية ديال اكاديمية فرطينيني وفي خلال تدريب ديال هاد الابناء ديال هاد الاحياء يعني اكتشفوا بان هاد الابناء عندهم واحدة طاقات ايجابية يعني بالفضل ديال هاد الابناء يعني وبفضل طاقات سطح هاد الابناء باش يشاركوا يدروا واحدة المشاركة في ديبخيسونتاسيون يعني انترنسيونات كانت حتى على مستوى فرنسا ومن ناجحة الفكرة ديال تأسيس ديال هاد المدرسة اللي اليوم ما شاء الله هي المدرسة الواحدة في المغرب والتانية في القارة الإفريقية تبارك الله عليكم كشكركم على المجودات ديالكم من مدرسة ديالكم اللي فنون السيرك تخرجوا أبطال في مجالات كثيرة نعم ديال المدرسة الوطنية ريفون السيرك تدير واحد لعمليات انتقاء سانوية باش كيدخلوا الأطفال كيدخلوا واحد مجموعة ديال الشباب اللي كي في إطار ديال تكوين المهني لأنه عندها ديال تتفاقية مع وزار ديال تكوين المهني باش كي عندهم واحد ديبلومات اللي كي حصلوا لهم بعد مدة ديال تلت سنين تلت سنين ديال تكوين كيف باش كيتم شروط الولوج كينا؟ شروط الولوج كي يكون عندنا في الامتقاء سيكون عنده واحد طاقات بدنية إذن هنا يعني الشهر المؤسسات دات واحد لبرامج تحدارية للشباب كي ينين هاد البرامج تحدارية اللي كي يمفتوحة في وجهة جميع الأبناء يعني اللي كي يجيوا كيدروا كل أربعة وسبت كيدروا كيدروا تداريب ومش كيدروا هاد التداريب كيوجدوهم وهاد التداريب راه مفتوحة للأطفال حتى ديال جميع يعني ما كيبقوش هكرا على الأطفال اللي أولى التلاميذ اللي اللي بغاوا يداروا يعني اندامجوا في تكوين المهني وكذلك بالنسبة للأطفال المدارس يعني في هاد التداريب هاد الاطفال هاد كيتم يعني البرمجة ديالهم متهيئة ديالهم بدنيا وفكريا لولوج هاد المدرسة يعني لي استطعوا أنهم يكونوا حاضرين تيتم اختيارهم باش يخضعوا التكوين ديالت سنين ماشي بالضرورة لأنا دبال الحمد لله ولا تفع في ذلك الانتقاء ولا كيكون الإعلان على هاد البرنامج وفي هاد الإعلان كيجونا أطفال من المغرب كامل ماشاء الله أطفال من المغرب كامل وهنا المدرسة كتولي ملزمة باش توفر لهم يعني بالنسبة للأطفال لي ماشي حيكة لأبناء سلاو ورباط ملزمة باش توفر لهم المبيت والغيداء وكل ما يتطلبوا يعني كيولوه كيولوه ودي غيز يدون اسم لكينات في المدرسة حتى كيكملوا المدة ديال بتدريب هي مدرسة مجانية للجميع عندكم شركاء تدعمكم باش قدروا أنكم توفروا الشروط اللازمة والإمكانيات اللازمة عدد المستفيدين اليوم والمدرسة الوطنية لفنون سيركشنس هي بالنسبة لعدد المستفيدين لو لو بالمئات لأنها في الميليسيزم اللي إعلان على المباراة ديال الانتقاء ركي يجو المئات ديال المشاحين كيتم الانتقاء منهم وكيوصل المرض كان كلهم بين 35 حتى 80 لأن كل ما تيكون العدد أقل كل ما تيكون عطاء أكثر أكيد لأن العبرة المشي بالكم وإنما العبرة بالكيف هل هناك مرافقة ما بعد التخرج؟ اللي غادي نقول لكم الحمد لله هو أن من بعد التخرج تيكون العمل بنسبة ديال 100% لأن حتى الأطفال المتدذبين هات الشباب يعني في إطال البرامج اللي كتكون به هاد المدرسة اللي هي البرامج الحدارية كين عدنا ورشات هادو كل ورشات اللي كتكون فتوحة لأبناء المدارس والأبناء ديال مؤسسة الاجتماعية هادو اللي كيسهروا على هاد تدريب دي هاد الأبناء هم هادو كل المتدريبين بالمدرسة الوطنية السيرك إذن هنا في هادوك التدريب كتعطيهم واحد كين عدوهم السقل السقل ديال الموهبة ديال الاحتكاك بالآخر وكتتتاتيقها بالنفس وفي نفس وقت التواصل إذن كيكون هو متدريب وفي نفس وقت مدرسة إذن كتتعطي واحد الفكرة أولية كيفاش يتعامل مع الآخر وفي نفس وقت تتربي في ذلك الفكرة ديالتقها في النفس هنا هادو المتدريبين مهنا باش تيمشوا أو ينطلقوا في المشوار تيرا وكتنطلق بعد المدارسة كتلقى عنا هنا أبناء اللي كي أولى التلاميذ اللي تكونوا واحد المجموعة هاد المجموعة هي اللي كتولد دي بريزنتاتيون دي ميرو أمو تولو أوتونوم كيخلقوا جمعي دي المستقلوا كيخلقوا على الصعيد العالمي ماشي على مستوى مغرب احنا في الكواليس تكلمتي على أبطال اللي يخرجوا منا من هدراسة ديالكم ولي ممكن تعود تقربينا منهم عدنا أبطال دي بالنسبة للسيرك في البداية كما كان كبرنامج تدريبي يعني بفضل دي السيرك يعني جاد جمعيات أخرى من هالجمعيات الجيتسكي اللي اخدت معنا أطفال اللي بفضل دي السيرك اللي اللي مولوا أبطال يعني دك التدريب الأولية سعدتهم باش يمشي في المشوار ديال السباحة ديال الجيتسكي منهم جمال بالحسنين نبيل بروقة ومشابة أسماء كثيرة شكرا لك أستاذ وحنا نتمنون لكم كل التوفيق شكرا لك وتحياتنا لجميع الأشخاص اللي كيشتغلوا في هذا المجال شكرا لك على حضرك معنا لما نطول عليكم مشاهدينا مشون تبقوا فقرة من يتشاي مشاهدينا مرحبا بكم ومن الوصفة ديال اليوم ستكون عبارة على تاكوس طبعا الحال كاملين كان عرفوا لي تاكوس وكان ناكلوه عند الناس اللي كيصوبوا الواجبات السريعية يماغنوا في الدار تفضلوا معي باش تشوفوا المقادير أول حاجة غدي نحتاجها عندي هنا البيض ديال الجاج اللي قطعتوها هكذا مرباعة عندي ليفخيط عندي خبز ديال التورتية اللي كيجيبها تشكلو كينف أحجام متعددة عندي هاد الجبن ساندويش اللي كنديرو حتى وفتاكوس عندي بصيلة مشلدة شوية ديالي كوغنيشان قصبرو معدنوس عندي هناي بالنسبة العطرية سكين جبير اللي بزار الملحة شوية ديال كامون عندي التومة محكوكة وعندي لصوص الجغيان ولا يمكن لكم تديرو اي صوص انتما تفضلوها تفضلو معي شمدوا طريقة ديالتحضير أول حاجة المقالة ديالي كتسخن غنرفع شوية ديال الزيت العادية غادش كلا ايضا اعطلو البصيلة ديالي جنوزل مباشرة غدين جيد عليها جج تومة ونضع العطرية ملحة البزار سكينجبير ولا أبدا أنتما عارفين مدق سكينجبير لأنه يتواتى مع الدجاج وشوية الكامون إذا كنتم إستعملين الأعدان سأقوم بإضافة جنب نضع الكورنيشو سنقطع لتكلمين 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 التينجبين إذا كنتم استعملين الأعدان سوف تضع المعلقة والسوجة وشوية المطار للجاهة الأعدان كنا نحاول نقطه هكذا رقيق بالزبج ما كنحسوش بي وحنا كنا ناكلو الطاكوس كي أعطينا غير ذاك الحموضة دياله نلدك الكورنيشان ديالي على الجاج تقدروا ديرو حتى الكبار حتى هو كي جي لديد وكي تواتى بشكل كبير مع الجاج صافي غدي نخلط هذه المكونات ديالي نصنع لجاج جالي طيب وياخد واحد لكولة غير ذهبية هكذا نقضي البلون ديالي ونطلقوا باش نشوفوا الطريقة كيفاش غنجمعوا التاكوس ديالنا وهذا هو الدجاج جالي مباد ماتا به هكذا واخد واحد لكولة غم حمرة وقفت ليدك البصيلة غدي نجيب هكذا الخبيل جالي أول حاجة غدي ندهنو بلا سوس كيف قلت لكم بلا سوس تختاروا أي واحدة من اختياركم على حسب انتو ما شنو كتفضلو هذي لسوس الجغيين كدجي شوية هكذا حرة صافيك ندهن به هاتطريقة غني ناخد الدجاج ديالي هكذا نحطو فوق من الاسوس فهاتشكل هادا غنجيب ليه في خيط فهد الوجبة ديالتاكوس ما كينش اللي ما كيبريهاش سواء كنا كبار ولا صغار كل شي كي حمقالها كتجيب غيمون لديده وسوختو انهو كتكون سهلة فتوجد قدي نزيد هكذا الفخوماج ساندويش باش كنعطي بتاكول ديالي واحد تاليكا من الفوق وهنا هيك يمكنكم جمعوها بالطريقة اللي بغيتو سواء كنتوها هكذا اللي هتشكلو كندوزها في البانينز إذا ما كانش عندكم ممكن لكم تديروها غير في مقلافها واحد شوية ديالزيز كتديروها هكذا ببانسو وكدوزوها به هاتشكل هادا أنا غدي مقام ستمرح سنكمل ليه تاكوس ديالي ونتلقوا باش نشوفوا الشكل نهائي ديالوصفة دياليوم مشاهدينا هدا هو الشكل نهائي ديالي تاكوس كنتمنى من الوصفة دياليوم تكون لتعجاب ديالكم ونتلقوا بحلقة مقبلة بإذن الله وعثنا نهائي دياليوم تحبينا بلاتو اسرتي بروفيسور فاطم زهرة بالعباس الأخي سائية في طب الجهاز الهدمي مرحبا بروفيسور شكرا شكرا أهلان وسهلا ويشرفنا أكيد حضور دكتور كريم والي الأخي سائي في تغذية مرحبا دكتور أهلان وسهلا أهلان وسهلا مشاهدينا بلما نطول لكم مشوا ونتكلموا لقرحة مائدة وفقرة تحت رسماني بروفسور هل تعتبر قرحات المعيدة أكثر الأمراض شويوان عندنا في هذا المجال؟ بالفعل قرحات المعيدة من بين الأمراض الأكثر انتشارا في العالم وخصوصا في المغرب علش في المغرب حيث عندها بزاف ديال الأسباب اللي عندهم علاقات سيقطوا بالجورتومة المعيدة اللي كتكاتب واحد طريقة سريعة بسبب العادات المغربية الغذائية اللي عندنا في المغرب وش ممكنة تعريف علمي القرحة المعيدة؟ قرحة المعيدة هي واحد الجوح هي واحد تقرح أو واحد تمزق اللي كيكون في الغشاء الداخلي للمعيدة وهذا القرح ناتج عن واحد الالتهاب حاد هاد الالتهاب الحاد ناتج عن واحد الخلل في التوازن ما بين الإفرازات الحمضية اللي كتفرزها المعيدة وما بين الأشياء اللي كتحمي جدار المعيدة من هاد الإفرازات من لش كتجينا قرحات المعيدة؟ على دونك قرحات المعيدة عندها بزاف الأسباب كيف قلت دونك السبب اللول والرئيسي والأكثر انتشارا هو الجورتومة الجورتومة المعيدة هي البكتيريا الحلزونية اللي تقريبا ناس كلها كتعرفها وهذا الجورتومة كتنتقل عبر اليد عبر الفم وكتقدر تصبف بزاف المشاكين بينهم الالتهاب بينهم القرحة وتقدر تصبف اللي قدر الله في مشاكل أخرى بحال السرطانة المعيدة قلت يا بروفيسور باللي نضامنا عاداتنا الغدائية المغربية كتخلينا من أكثر الشعوب إصابتنا واللي كانوا من قرحات المعيدة كيفاش لو ممكن توضحنا أكثر؟ على دونك إفكتيف ما دونك حنا كنعرفو باللي أغلب العائلات كيكلو من صحن واحد كنقدروا نشربوه في نفس الكاس الماء في نفس الكاس دونك هاد الجورتومة هادي كتنتقل عبر اليد وعبر الأكل ولا عبر الماء الملوت بهذا الجورتومة دونك الانتقال كيكون بوحد شكل جد سريع من شخص لآخر دونك الناس المغربة كيكونوا أكثر عرضة لهذا القرحة وهذا لمشاكل الالتهاب صفة عامة دي المعيدة هل كين أشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعيدة؟ نعم كينين أشخاص اللي عندهم كيكن قولوا واحد الفاكتور دو غيسك يعني كيكونوا أكثر عرضة لهذا القرحة المعيدة الناس اللي كيدخنوا بزاف الناس اللي كيشربوا المشروبات الكحولية الناس اللي عندهم توطر كتير في الحياة الشخصية والحياة العملية بالنسبة للطلبة اللي كيكونوا كيجتازوا الامتحانات كينين الناس اللي كيخدوا بعض الأدوية وهذا النقطة هذي مهمة يعني لاش مهمة حتى دا باك نشوفوه أغلب المرضى كي تجول الفارماسي كيخدوا واحد الأدوية الأدوية الالتهاب والأدوية الآلام لذلك الزنتي أفلاماتور الأسبيرين والكورتيكويد بواحد صفاء شوائية بدون استشارة طبية داك هذي الأدوية كتزيد من الإفرازات الحمدية وكتعاون داك الجرتومة المعيدة باش أنها تأدي الالتهاب وتأدي التقرح دا المعيدة داك شلاش دايما دوان ناخده باستشارة طبيب مختص بحالة حسب المرض اللي عندنا ولمشاكل اللي تنعني منها دكتور الوالي نذكره بمعلومك نقلناها في حلقة سابقة فاش تكلمنا على تغذيتنا وصحة المعيدة دياننا من اللي تكون المعيدة دياننا مريضة كل شي طيب اه بتأكيد كل شي يخصي يكون طيب باش نقصو داك الألياف يستزدر لنا تتعدبنا المعيدة في الهضم تانيا الحوامد تنعرفوا بنا تتفادوا الحوامد هذو هما المصائح بروفسور أعراض قرحة المعيدة بالنسبة للأعراض من بي الأعراض الأكتر شويعين هو الآلام احنا في غالب الأحيان نشوف المرضى عندهم الحراق عندهم الآلام في البطن هذا الآلام هذا يكون خصوصا في الليل يقدر يفقه من النوم كان التقيوء، كان الغتيان كان بعض الأحيان فقر الدم كان بعض الأحيان غير الدخل نشوف الناس والأطفال عندهم الدخل والعياء الشديد تقدر هذه القرحة تعطيها الأعراض من بي الأعراض في حالة قرحة المعيدة مع المضاعفات كان قرحة المعيدة كان قرحة المعيدة مضاعفات بلا مضاعفات كان قرحة المضاعفات لذلك في حالة المضاعفات نقدرون نلقعوا ولا نشوفوا المرضى بالنزيف لذلك يتقيوه كغيمون الدم تقيو الدم ولا البراز ديالهم الخروج ديالهم كيكون فيه الدم هذه حالة جد جد مستعجلة واللي كتستدعي التدخل بعد المرات نقدرون نصلو حتى العمليات جراحية تكلمتي بل الأطفال بعد مرات كنشوفوا عليهم علامات ديال اللعياء أو الدوخة وش كين سن معين تبدو نشكيو من قرحة المعيدة بالنسبة للسن كين طفولة يعني بنت 3 سنين حتى 8 سنين وكين حتى يزادوا للصندوق المراهقين تقدر تكون الجورتومات المعيدة ما تعطي لأعراض لا تشي حاجة ولا كين كينة ونقدرون نشوفوا أعراض أخرى بالنسبة لأعراض اللي كيكون عند الأطفال السخطو العياء ممكن يقول لك فاقد الشهية ما كياكلش بعد المرة التوتر كيقول لي عصابي ما كيركش في القرية ديالو وغالب غالب الأحيان سي الألم دون كيكون الحراق الحراق بزاف مع التقيق هل يمكن الحديث ولا نقولو وش الأم ممكن دوز الجانين ديالا هاد الجورتومات بروفيسور علوه بالنسبة التنقل ديال الجورتومات هو تنقل عب اليد داكور سي لاتخانسميشون أغوفيكال من غير هذا دونك يهي حاجة من الوطال المال الأكل الملوات اللعاب دونك حتى هو كيدير هاد الاتخانسميشون ديال الجورتومات المعيدة هذه هي الحالة التي تتوقع فيها خوفيسورة شو ما أهم المضاعفات اللي ممكن تكلموا لها في موضوع قرحة المعيدة هذه النقطة مهمة دونك بالنسبة للمضاعفات القرحة المعيدة كيف قلتها هو واحد الجرح دونك واحد تمزق دونك يقدر يعطي النازيف دونك نعرفو هاد الجرح هادا كين في الغشاء غشاء المعيدة اللي كيكون غانية بالشعيرات الدموية دونك النازيف اللي كيعطي كيف ما قلت تقيق الدم سكونابيل حنالي مغاجي وهذا الحالة هادا جد جد مستعجلة اللي تقدر تتدعي الاستشفاء بمصالح الإنعج دونك هادا المضاعف اللول على الغشاء بالنسبة للمضاعف الثاني كين الإنسيدات ديال المعيدة داكو باعتك يكون الالتهاب كتير بعد المرض كتقدر يكون إنسيدات المعيدة بالتالي المريض ما كيقدرش يدوز الأكل دياله كيعطي تقيره كيعطي فقدان للوزن كيعطي عياء شديد وبيقدر يحتلز انفكسيون داكو المضاعف الثالث واللي خطير واللي احنا كنحاولو ننوعي به الناس هو السرطان دونك كين واحد النوع ديال القرحة المعيدة اللي كتكون فوصة المعيدة تقدر تحوولها قدر الله الانكنسيغ السرطان دونك هادشي علاش كنأكدو على المرضى انهم خصو يديروا تشخيص ويديروا الدواء وضروري المراقبة الى الطبيب انصح بالمراقبة ديال القرحة ديال المعيدة وكيفش كيتام التشخيص؟ بالنسبة لتشخيص ديال القرحة المعيدة دونك هو تشخيص بالمندار الداخلي دونك المندار لا فيبغوسكوبيا وزوغازتخوديو دينال دونك واحد دوتويو اللي كندخلو عن طريق الفب ولي كيكون بالتخدير دونك هاداك المندار الداخلي كيمكننا من تشخيص مباشر ديال القرحة دونك نقدرو نشوفو داك الجوح كنشوفو واش كين التهاب في المعيدة ولا لا وكناخدو عينات دونك ناخدو داي بيوبسي دونك داك العينات كنقلبوش كين الجرثومات المعيدة كنشوفو درجة الالتهاب كنحددو الحدة ديال القرحة وكنقلبو على الخلايا المسرطنة حيث هادي كيف ما قلت نقطة مهمة متكلمو على العلاجات ايضا المتوفرة قلت بلي كان الحالات لقدر الله كوصلو التدخل جراحي مستأجل ولكن العلاجات الاخرى المتوفرة شنو هي؟ بالنسبة للعلاجات تعالقرحة كينين جوت الانواع العلاجات كين العلاج الوقائي خصوصا اللي كي بازي سورتو الريجيم والتغذية وكي العلاج بالأدوية وكي العلاج بالجراحة ولكن بالنسبة للعلاج بالأدوية كينين جوت الانواع الأدوية اللي كنستعملو النوع اللول هو مداد الإفرازات الحمضية دونك اللي كيمكنها من الالتحام وملاسيكاتخيزاسون ديال القرحة والنوع الثاني هو مدادات الحيوية باش كنحاولو نستقصلو ونقتلو هاديك الجرثومة ديال المعيدة دونك بالنسبة لهذا الأدوية كتتاخد عن طريق الفم كينين بزاف دو بروتوكول ديال الأدوية وبنسبة للمدة ديال الدواء ونجنغال بين عشر يام حتى الاربعتاشر يوم وكنكملو بالدواء ديال مدادات الإفرازات الهدمية ومن بعد البرسالة اللي الناس هنفت هو الكنترول دونك المراقبة من بعد الدواء دهوري كيخصنا نرقبو الجرثومة المعيدة بواحد الفحص تنفسي وكان نرقبو القرحة إلا كانت خصوصا فوص المعيدة كما قلت بحيت كين الخطورة ديال أنها تولي ان كونسير شكرا لك بروفيسور أنا جميع نصائحة قدمتها لينا نمشيوا الفقرة جمال مشاهدين الكرام نخصوها اليوم باش نتكلموا على صيحات المكياج الخريفي الأنوال المعتمدة وغيرها من المعلومات تقدمها لنا خبيرة التجميل والمكياج لينا أهلا وسهلين أهلا زينب أهلا دكتور شكرا بروفيسور شكرا هلين وسهلين هنتكلموا على صيحات المكياج الخريفي شنو الألوال المعتمدة هاد السنة هاد السنة اعتمدنا بزاف ديال تندنس بزاف ديال المكياج فيما يخص لوجه او للعينين كيفاش نخدمو العينين ديالنا او للشافاتين بغين نذكر أهزينب كيفاش كن نعتمدو هاد الامود كتكون مستوحات من عروض الأزياء كأن الباز ديال تندنس ديال المكياج هما عروض الأزياء وكأن واحد كنستوحو أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأصل هما عروض الأزياء إذن هاد السنة عندنا مثلا فيما يخص لعينين دارج الغوز بحال اليوم أنا معتمدة لغوز فوق الإبوبية كنخدمو اللون هكا كنخدموه فوق العين بطريقة سهلة وما تكا خدموش فرد ديالنا كيما بغينا دارج أيضا سموكي بحال كيف ما كنا كنديرو الكحول وكيديع لنا غير باللون الأسود كيديع لنا على العين وكنخدموه كذلك فوق العين فيما يخص الحجبان هاد العام واحد الموضة أخرى ما كناش عمرنا شفنا هاد السنوات الماضية هما الحجبان باهتين هاد المرأة الحجبان كيكونو خيكونو عنا حجبان ناتو غالما كحليت كنجيو نبهتهم إما بدي ماسكا غادي ليسوكسي ولحتى بصباغة بعد المرأة كنبردو لهم لون ديالهم بصباغة وخا اليوم مع الموضة الحاضرة معانا مرحبا بيك شو غادي تقترح علينا انتي كاكا اقتراح في مكياج الخريفي إذاً غنقترح عليكم واحد اللوك اللوك ساهل يتقدرو تديرو هو تكونو في الموضة قلت على حسب اللايف كانت امدو خارج الاحمر إذاً اليوم غادي نديرو الحمر لغوج مت وخارج حتى الجلوس ولكن مايكونش في الوان هي غامقة بزاف دوك اليوم شنو غادي نديرو غادي نديرو ان غوج عاليف روج مت وغادي تختاريش غادي روج مت كيف نديرو؟ في الانين خارج أيضاً الليسترس وخارجين دي كولاغ متاليك الليسترس ماشي اليوميين أو الممكين؟ كل واحد غادي يدير اللي كيرتاح فيه تماماً هو ما كان نصحش سيدات يمشوا الخدمة بلاستخص نهائياً ما يمكن الليوم يديرو يمبتت تش دو كولاغ في المناسبات ولان كولاغ متاليك بحال هاكا غادي نديرها أنتوش وتكون باينة ما درج تكون خفيفة باش إلا بغيت نكون في الموداش وفي الفق مريم؟ كان عارفوا لينا باللي بالنسبة للأدد من السيدات وانتي تتخدمي وحنا داويين كيف تقولو بالنسبة للأدد من السيدات فترة الخريف والفصول البريدة أموماً كتكون واحد الفصول اللي نفسي ما كتكونش مرتاحة فيها كيفاش الماكياج ممكن خلينا نكونوا في نفسية جميلة؟ شنو الألوان اللي تنصحينا نديرو كيف مكالون بشرة دينا وغايجو معانا؟ كنصح سيدات يديرو الماكياج أولاً الماكياج غايطلع المورال تماماً مش النفسية جستما كتحسن كنولي نشوفوا راسنا بندر أخرى كنتبهجو الألوان اللي كيجو معانا هي أول حاجة الله يخليكم أي حاجة ما كديش معانا نتفادى واحد ما غاديش تجي معانا وتقدر قاح تطيح لنا هالمورال دونك الغوج دائما سيتانا تنبغال كيبقى في الشافتين نديرو أن غوج لاي لاي نختهوا إلا كيجي معانا نديروه مثلاً عنا عينين ما كيجي معها لاي لاي نديروه خفيف غير في لغا دي سيل فغاجو حتى هو شي حاجة كتعطينا بون من كنكونو تعبانين كحسو برسنا حلا مرتاحين وعنا إن بون من نوجه دينا تيتبدل تماماً عموماً فاصلة الخريف تنكونو خارجين بفاصل الصيف البشرة دينا إن أخذت واحد اللون سامار زايد كتبدل بصرة بحلا يلا كترجع لطبيعة دياله وهنا خسنا نركزو على أخطاء اللي متفاداوها في اختيار فوندوتا ولا في الوضع ديال فوندوتا ديالنا إذا مثلا البشرة بالضبطة زينب كانت تكون ورخدت بزاف ديال الشمش كان نعتنيو بيها أولاً قبل من الماكياج إذا كان يضغطيوها مزيان ومني كان نجيو مثلا نخبيو شوائب ما هاتش نجي ناخد كمية كتير على الوجه ديالي وغدي نحاول نغطي بها شوائب هاتش نمشي غير نسيب لي مثلا إلا في بقع سوداء مثلا غدي نمشي غير نغطي دوك البقع على لار مش ما يديرش لي العكس إذا أنا فك نحاول نغطي بالعكس عاد غا نبرز دوك المشاهد إلا كثرت غايبانو دوك البقع لي عندو إلا كثرت الفوندوتا إلا كثرت الفوندوتا كايبانو بالخصوص جفاف البشرة بعد المرات واحد لبو شوية ماختو لبحل القشرة كنزيد نخرجها كنزيد نبينها فعوت ما نغطيها مهم شهر كي يخد لنا تقريبا ديال الوقت بش بدال البشرة ديالنا ترجع لذك اللي تنطبيعي اللي احنا كنخدمي العام كامل ألوخ كل البشرة وكيفاش تتجاوب على هاد القادية هادي كل البشرة كيلي كيدي بغنزة كي تقول آه دغياب بيا ديالتي من شمش ما بقاش بين فكر بغنزة آه ولا بو ديالي هاكا يعني كل البشرة وكيفاش تتخلص من البرونزة وكيفاش انا غنعتني بالبشرة ديالي كل ما اعتنيت بها دغياب كل ما هي غترجع لطبيعه ديالها ديالها اكتر اهم صارينا هنا يا احمر الشفاة فقط غندير غير هاد الاتوش دياله غو جا يغمي عفوا فغبو بيغمي تاليك وغدينجين دير احمر الشفاة يكون احمر ومات فغي غوش باين مات هنا اعتمدتو الشفاة في العينين ديال الموديلياك ايا حي تبارك الله عينيها كبار وتيجوا معهم الشفاة إلا شفتو هما باينين مقدرو جاوزوين لنا وديروا نخف من هكا إلا كانوا عينين صغار غادي نديروا بياسوخ خف من هكا وفي هاد السنة ما تذكرش شفاة إذا كل واحد غادي ديرهم على حسابه على حساب الدوق دياله كل سيدة على حسابها وشكة تبغي ومنك نشوف كثير من السيدات شفارتي وضعوهم في حياتهم اليومية من الأيام وأيام دوك نخليك اللينا تكملي شكرا ورشع عليك بعد قليل مشاهدنا الكرام خلينا مشوا هذه المرة الفقرة عرفة اشتاكل المضافات الغذائية كثير القيل والقال لها لأي درجة هي خطرة على الصحة ديانا أسئتنا جعبنا لها دكتور كريم الولي الأخي سائف تغذية وعرفة اشتاكل دكتور كريم الولي شو هي المضافات الغذائية؟ المضافات الغذائية بحل سميدها هي شي حويجة تنظيفه في كل ما هو مصنع الهدف منها هو بزاف نقدر نضيفها باش نصوبوا اللون نقدر نضيفها باش نصوبوا المضاق نقدر نضيفها باش تكون محافظة أكتر نقدر نضيفها باش نحافظوا على ذاك المادات تبقى لنا أكتر ما تخسرش باش نبيعوها فهوما واحد اللي استطويلة ما تتساليش اللي كل ما هو مصنع تضيفها في المكلة باش ما تخسرش ولا تحصل لها المضاق ولا شيء من هذا القبيل لأي درجة هي خطرة على الصحة ديانا؟ بالتأكيد هنا كناك تناقض في الدراسات فكل دولة ونخرج اللي استادي اللي خاطرة ودي اللي ما خاطراش كناك تناقض أيضا تفي الكيميات فبحدة با فرنسا عندها واحد الكيميات كندا عندها واحد الكيميات كل دولة وتدير على حساب التقافة ديالها وعلى حساب البحوت ديالها وعلى حساب دراسات تبتت وحنا قدرنا نضرو على شيء واحدين من بعض منهم بنا كناك علاقة ما بين هاد المضافات الغدائية وبعد الأمراض ديال الصحة على رأسهم أمراض القلب والشرايين على رأسهم المرض ألزايمغ، الباكينسون وتأداء السكاري مثلا وبعد السرطات ولهذا نحن دين ما تنقول للناس إلا كليتو طبيعي من الأحسن ومثل ناخدو ذاك الشي المصنع نخدو أقل ما يمكن عند الضرورة ماذا تقول لنا دكتور نخدو أقل ما ممكن عند الضرورة نعرف كيفاش نقرأ هذه الكتابات لعلى العلب كيفاش تساعدنا أن نعرف نقرأها دكتور هذا يكون واحد درس التي تقرأها في الأطفال وفي استهلاك عند منظمات الحماية المستهلكين حيث تنعرفوا بأنك إن واحد القوانين ستتأثر ذاك لتيكتور وهذاك القانون الأول لذان ديشت خيال خصو بدي ما يديروا الحاجة اللي كنال أكتر فهذاك المنتوج الأقل وديما الناصيحة التي نعطي الناس هي بغيت نشري مركز طماطم إلا ما كانت عندي الطماطم هي اللي ولا مكتوبة هذاك رافيه كل شيء إلا الطماطم لذلك بعض المرات تمشي نشري شوكولات وتنلقى شوكولات هو الأخير والقدام راكين سكار وكين هادي وكين موضعات من ناخدوش وكين نتعلم نديم عيلا لوبلا كان خز ماشي فكورشي في بعض المواد كيما قلت أو تاني راح كين منظمات تتصهر على السلامة الصحية صديقتي يحاولون لذلك تخيالي أمبوزرهم واحد لنوب واحد لكوطة مخصومش إي تفات ولكن كيما قلت كلما تفاتيتهم كلما هي أحسن فنمشي نقلب على المواد المصنعة التي تكون طبيعية وغالبا تكون تاريخ الصلاحية لها لا تكونش كبير بزاف الميتر البسيط كين فرق ما بين متنشرين المربعات أو المثلاتات الجمن لهذا كنت نشري الجبن طبيعي فالجبن الطبيعي ميتنشريه تكون عنده مدة صلاحية 6 ايام 7 ايام ماشي هي 3 شهر فانتنا نعرف ما فيش مواد حافظة ليومكين بعض الشركة تكون مسؤولة على استهلاك المواطنين وليتتضارب باش تدير بحال دبا يوغورتات بدون مواد حافظة وبدون مواد ملوينة دبرا كينين في السوق هنا دونك خسير المواطن يكون توا مسؤول ياخد داك الوقت الكافي باش يقرد المكونات حيث اليوم عدنا بزاف دي المكونات تتبع في الغراند سخفاس بيسري بدون مواد حافظة وبدون مواد ملوينة حتى نرد لها البال هل المواد اللي كنشريوها في حياتنا اليومية وفيها الكثير من المضافات الغدائية من بين مسببات السمنة؟ بتأكيد بتأكيد فنجيروا من كلاش نقولهم كاملين حيث راهل ليسا ما تتساليش نعطيه الأكتر نعطيه الأكتر شو يوعد فأولهم وأسهلهم هما الملوينة وغالبا حتى هذه المضافات يكون ديما واحد النمراء وهذه النمراء تقول ليك شنو هي كل مكان تطالع النمراء كل ما فيها مضافات تختار لا، لا، هذا تقول ليك شنو النوع المضاف اللي كاي مثلا الملوينة لاشتصلح هاي مثلا ناخد شخكو تخيطها يبالي اللون دياله أحمر مثلا نشرب حلبا البونبون الفاني للوليدات هذا تكون زراق الأخر تكون ليموني فهذه هما المضافات لأجل التلوين وغالبا تكونوا فيهم النمراء 100% 99% فمثلا دراسات تبتد بنا هذي الكولوران أليمانتر عندهم علاقة بباركينسون والزايمير وعندهم علاقة بتفرط الحركة عند الأطفال الهيبر اكتفيته ذو كبعد نفهموه الوليدات اللي تتياكلوا سقطة بززاف وغالبا اللي بابواني جيكونوا مرونينا بالحمر و بالخضار و بالزرق فان فاكتور دو غيسك باش يزيد لنا بتفرط الحركة عند الأطفال هذا مثل كل ما هو شاخ كوتخي كل ما هو شيف الحاجة في الألوان بزاف نقدرون نمشي واحد المادة أخرى اللي معروفة اللي اسميتها الكلوتامات دو سوديوم وهذي كي نف جميع الحويجات اللي تنكلو تتجينا بنينا خاصة لسوس خاصة لسوس هذي تدلنا واحد الإدمان حيث تدعينا واحد البنة رائعة حتى نكزو سغدقو تتلعينا المادة قد الحلاوان المادة قد الملحة باش يرجع هذيك شي لتنكلو بنيين وهذا تعطينا واحد الإدمان على هذك البنة تقولك أنا لسوس باربكيو ولا أنا لسوس طومات تعجبني لنا كلها دونك هذي تعطينا واحد البنة هذي النقطة الثانية والنقطة الثالثة ودأ سكري تدعينا واحد الربط بينها وبين دأ سكري وهذي تنلقاها في جميع البسكويات الأطفال التي يأكلوا مثلا تنلقاها في شاكو تنلقاها بزاف الحويجات خاصة لسوس اندوستخيال فاليوما اللي يكون في العوان مبقاش الوقت نشري لسوس البت موجودة نشري لسوس باش ندير ها مكسيكان ها هدي ها هدا دونك هذوك لسوس خاصة بتنعرفوا هنا الإدمان اللي دابا في الفاست فود بتنهضروا على الفام هذك الطاكوس اللي تبقى يزيروا لن في لسوس فجميع ذاك لسوس باش يتصوب فيهم هذي المادة هذي اللي تعطي إدمان واللي هي خطر على الصحة فهدرنا على الكلوكامات دو سوديوم يمكننا نهضروا أيضا على واحد المادة اللي هما المحليات الطبيعية بمعنى بحل دابا السبخطام بحل دابا الساكاغين هما واحد المادة يسا ندير في واحد اللي بخدوه اللي تكونوا لايت اللي تكونوا أليجي اللي تنحلي بهم ولي تستعملهم تنناس لعدهم داء السكري باش يحليوا الشاي والقهوة ديالهم فهذا كان واحد نقاش كبير ما بين اللي تيقولك اللي ما فيهمش المشكل تيقولك اللي أحسن تفده أحسن تفده والدراسات تبتات بنا كين مشاكل كبيرة فعلى رأسهم شنو هو على رأسهم تستعرف بنا الليسان ما تيحس بالحلاوة هي مزيفة تعتد الدماغ رغا يقول ايوصل للسكر ما تيوصل لبولا لمنطيق المسران المسران تيحس براته منا ما وصل له تحاجر كاتو قاديما بغيت تاكل وأكتر من ذلك المسران بوغ كمبونسي تيطلع لنا من المتصاص فتنكونتابلزي الكاروريات أكتر حتي تحتوي كمبونسي ذاك الحلاوة اللي حسبي هالسان وما وصلتش هناك واحد دراسات در درجة كبيرة دابا تببليات بزاف دي رجوع سينتيفيك للقاتل العلاقة ما بين أمراض ألزايماغ و باركينسون و هاد المضافات سكسو الاسبارتام كسو الساكاغين وحتى أمراض القلب والشراين دك شلاش نتفاداو طبيعيا نحلي بدك شي طبيعي ندير قريفة ندير شوية النافع أتي ندير فيها تخليطة مثلا ممكن نستعمل العسل سيديو فريكتوز هذي أحسن من السكر ممكن كان حلول طبيعيا الاخر اللي ممكن ندرو عليه وهذا رهدير غافاج دابا اليوم هما الدهون المشبعة المحوالة سيسمعتون اللي زاسي دقا ترانس وهو حد دهنيات غير طبيعية حيث هما اللي مسؤولين على ارتفاع الكوليستيرول وهما نتجين من تحويل المفرد تع المواد طبيعية حني ما تنقولو تنقولونا الكوليستيرول في الدات الماكلة طبيعية ره مسؤولهي على التولوت تولوتين تنصوبوه في داتنا ولكن هاد دهون ترانس يخرب قولينا كع المفاهيم اللي تلقوها بزاف في الشيبس وكل ما هو صنع بينواز غيوباتيسخي وتكونوا فيها واحد زيت اللي هو معروف الويل دول بالم اللي تخيزو بيزوجين صديق تغلبنا بزاف هما نسؤولين على الأمراض القلب والشرايين خاصة تسلوب الشرايين شكرا لك دكتور كريم الوالي بروفاسور شكرا لك أيضا على حضرك معنا لينا انتهي تيم الماكياج الخريفي ربما يقدروا السيدات يعتمدوا كل سيدة وضوق ديالها كيلي تتبغي في النهار ديالها ماكياج بزاف كيلي تتبغي خفيف كل سيدة وغت تختار الألبوة المناسبة لها تماما هذا لوك سهل جدا قدرنا غير لك كأول عينين وهو عندنا لوك راقي وغلاموغ لكل سيدة شكرا لك لنا مشاهدينا بهذا وصلنا نهاية حلقة اليوم من أسرتي تبقوا على خير على الأولى موسيقى موسيقى موسيقى